موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم السلام عليكم جددا مرحبا بكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سوف نتحدث عنوان التي تضعوا في مدره كان من رفع ارتفاع الأجور سوف يتحدث ارتفاع الأجور للمواطنين للمواطنين ارتفاع الأجور سوف يتحدث هذا الشهر نهاية 2023 و بداية 2024 لا أبطل الله عليكم لا تشعروا عندما كنتم تتشعروا لا تشعروا لا تشعروا يقول حتى في نظام يحب الشعب الجزائري لأن ترفع ما ترفع في الأجور لا تستطيع تلحق المواطن الجزائري يعيش عيشة كريمة و كيف يزوج ملايين في تزائراهي 90 أيرو و كيف يزوج 10 ملايين لطبيب و كيف يزوج 20 مليون والو يجب ملايين يعود المواطن يقدر يكون عندهم مدخول يسمح له بش يعيش عيشة كريمة المواطن تقول تخرج 90 أيرو في العام بش يرح يسافر و ش من كرامة خليت له المواطن هدايا اللي ما هوش قادر يبني بيت بشهرية 19 جملائين لا يستطيع لا يبني لا يشري لا يستطيع لا يبني لا يستطيع جملائين لا يستطيع إذا أريد أن يقل إرتفاع الأجور و مختش نهاية 23 فعلا لماذا تدع على عام نهاية 23 نهاية 23 في ديسمبر و نهاية 24 و نهاية 24 و لماذا تدع ترحت الماية 24 ما هذا غباء ولا بعده غباء هذا غباء ولا بعده غباء كيف ينغير عصابة ولاد حرام تحب بندية تحب صعاليك تحب تحب في البلاد بدون أي شرعية و ما شرعية عندهم هم تدبون و ما سيقدم وعود في ألفين و عشرين و ما من وعود عندهم يقدمها راح يدر تجيبه من طم نراس حتى الزاير يقول له خمس سنين مرة و ما درته راح يقول نبني وقدان دير الراجل ما خرش نهار ما خرش نهار هذه تسنين مرة ما خرش نهار ما خرش مبا و المرادية و المرادية و المرادية لا خرش يمشي ولل يرزو خطوات و لا يدر و أمر بطمو بيد لا خرش كيف حبه يزيد يطمع في هذا الموضوع و غير حرام و حشيشة و من عيشة و لا يدر و أخر هم يدر و يخبر له و هذا هذا مفرد العسكر الذي يستعملوه غيطاء ما من العسكر ؟ عسكر جوبه ناع عسكر جوبه ناع ما عندهم الشجاعة يقولوا احنا لا نسيره أخيه سير وكني شربني سكني ووفر لي معيشة كريمة و سير أما ويلة باش تفرض رحك بسي باش تسرق وتنهب ومعنيك الشجاعة تقول انا هو ري راني دار عليكم الدراح هكذا اقول انا دار عليكم الدراح جزائر في السبعينيات مكان ده لها برلمان رئيس جمهورية منتخب ولا دستور حتى الدستور كان مجمد حتى الدستور كان مجمد وقال لك ان بنيوا الدولة درجة درجة الله يبارك بدأوا انتخابات بلدية وانتخابات شلائية ونروحوا بالعقل كاين وانخر ولكن كانوا انجازات وقال لك سنحكموا بالشرعية الثورية هدو اشكوا عنهم شرعية الثورية لا هدو ما داروا لا ثورة ولا يحزنون هدو وش من شرعية عندهم هدو مجمد وهم مش محترمين الدستور لي وما داروها هدو مجمد المحترم من الدستور لي وما داروه وليه الشعب قاطعه الشعب قاطعه ان الشعب لا عندهم دستور لي هدو وما عندو شرعيز جمهورية وما عندو مرلمان وبالتالي ما عندناش دورة هاه الواقع المر ما راناش نقلبوا يا جماعة كما شدتوا بلاد فيها رئيس لانتخابات مشاركة الانتخابات بالتزوير وهوما اللي يضعوا الرقم نسبة المشاركة 4-30% هوما اللي يضعوها مشيانة هوما يضعو نسبة 4-30% بالمفروض تبطل تحت 50% تبطل بعد زوج ولايات ما صوتوش ما شاركوش في الانتخابات لا الوالي ولا قائد القطاع العسكري ولا المدير الولايات الأمن حتى واحد ما صوت لا في تزيو الزو ولا في بجايا هادو معدوم صرايات هادو هذا اللي يدل على انو ما كانش رئاسة ما كانش دولة وما كانش دستور هادو جايين يحكمو بالدرع علينا شكونك انتا باش دي تفرض روحك على الشعب الجزائري شكونك انتا منين خرجت باش يجينينا نفيش نوك ما يعرفونه في السياسة حياته كان في سحاري يجايبها ويجي باش دير سياسة علينا ومخبي مور واحد ساكرجي هم ما فيزوش ساكرجي وجمون فو عليك يقول ساكرجي روحك ربي يساير عليك بالصح انتاكي ما تصحاش نهار كامل يا صاحبي ما تقدر تسير دولة روح تسير عائلة تقدامه لا تقدر ما تصحاش نهار كامل ما تصحاش في وعيك لا تكون فاق من وعيك لا تكون فاق من وعيك لانه حسب الناس اللي يخدموا معاهم وفي الوسط لهم يقول لك كيشنج اليحة كيتبون ايبات وخابطين ايبات وخابطين اخبط على روحك لانه يقول لك لا نحاسب فيك يقول لك انا كمواطن يقول لك اذا تصير امور البلاد وانت بغي تصيرها نحن لا قمنا لك تصيرها ونحن بغيينك تصيرها نحب تصيرها الاقرسيينها وانت في وعيك يدبر حتى يكون عندك وعيك حتى يكون عندك وعي ومن بعد ارواح وتكلم وحاول تصير امور البلاد ما عندك لا وعي لا دين لا ملة ولا مبدل هذا هو واقع العصابة الحاكمة في الجزائر انعم هذه هي العصابة الحاكمة في الجزائر لا دين لا ملة لا مبدل ولا كثاء ولا شرعية هذا هو مأساة الجزائر هذه مأساة الجزائر اللحو رقم حشم أفرح حشم أفرح صحابي حق صحابي حق